اشتركوا في القناة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مع ملكة إمامهم فإنهم غير ملومين فمن ابتعى وراء ذلك فأولئك هم العدو والعادة السرية ويلسمناء وراء ذلك وراء الزوجات وراء مليك من النساء وهم نستراري فأولئك هم العدو فوصف الله ذلك بأنه عدوان والإنسان إذا علم أن هذا عدوان لن يفعله وأما الغادع الحسي فليسأل الأطبة حتى يتبين له أنها من أضر ما يكون على البدن وإن كان إنسان يجيبها راحة لكنها راحة يسيرة يعقبها ضرب كبير ولقد قال لي بعض الناس إنه ابتلي بهذا فابتلي بالوساوس الشيطانية والمضايق النفسية وهذا ليس ببعيد ينظر تعالى حكيم جعل هذه النطفة لا محل معين نساؤكم حرثوا لكم فأتوا حرثكم من نشئتم والإنسان يتصبر عليه يتصبر ويتصبر وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دواء ناجحا ناجحا وهو الصوم فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغضي للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ترجمة نانسي قنقر